أعلنت منطقة الفروانية الصحية التابعة لوزارة الصحة وكلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أعلنت عزمهما إنشاء عيادة طبية لخدمة الكادر التعليمي والإداري وخمس وعسين ألف طالب في الكلية وقال مدير منطقة الفروانية الصحية دكتور حمود الزعبي في تصريح صحفي على هامس اجتماع اللجنة المجتمع للمنطقة اليوم إن العيادة الطبية ستقدم الخدمة الطبية الأساسية لجميع طالبات الكلية والعاملين فيها وأضف أن هناك اتفاقا بين الفروانية الصحية وصندوق إعانة المرضى لتبني جميع الحالات المحتاجة من المرضى في مستشفى الفروانية بعد تطبيق قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية الجديدة